مفاجأة كبيرة حققها طلاب جامعة الأزهر الشريف بفوزهم بالمركز الأول على مستوى العالم وتحقيق لقب بطل العالم في مسابقة إنكس العالمية لريادة الأعمال والمشروعات بعد تفوقهم على 32 فريقا يمثلون أعرق الجامعات العالمية فلنشاهد معا لحظة إعلان الفوز في البداية فاز فريق جامعة الأزهر محليا بعدما حصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة متفوقا على 56 فريقا يمثلون 56 جامعة مصرية ثم تأهل الفريق ليقوم بتمثيل مصر حيث كان الممثل الوحيد لمصر في هذه المسابقة وهو ما أوضحه المركز الإعلامي بجامعة الأزهر في صفحته الشخصية على فيسبوك عندما قال فريق إنكس جامعة الأزهر يحقيق المعجزة بعد فوزه بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال ريادة الأعمال وأرفق هذا البيان نقلا عن مركز الإعلامي بجامعة الأزهر لكن ما هي تفاصيل المشروع الذي قدمه طلاب؟ قبل طلاب في لقاء أو قال الطلاب في لقاء معهم إن المشروع يسمى شيتو شريمب ويهدف للاستفادة من قشر الجنبري وتحويله لمنتجات نافعة ثم تحويلها لمشروعات على أرض الواقع يعمل بها مئات الشباب نتعرف على بعض التفاصيل الأخرى من الطلاب الفائزين المشروع الذي لازم يكون اجتماعي يعني لازم يكون بيخدم شريعها معينة بالمجتمع زي مشروعنا يعني إحنا مشروعنا بيخدم الصيادين بيخدم الفلاحين بيخدم كمان الدكاترة ونحكلمكم عن المشروع تماما بالتفصيل فبالتالي لازم يكون المشروع اجتماعي ثم لازم مشروع يكون بيئي يعني بيحافظ على البيئة ما بيدرش للبيئة دي قرية اسمها قرية شكشوك في الفيوم بتبيع الجنبري وما بتنمي بيكلهوش يعني بيبيع الجنبري اللي هو المنتج البحر الأغلى وما بيكلوش الجنبري دي نظرا للمشكلة اللي حصلت على كريمكم عليها إحنا لما نزلنا للفيوم عشان نعرف إيه المشكلة بالمناسبة الفيوم من أفقر محافظات مصر ومن أفقر محافظات حتى في التنمية البشرية يعني أو في المرض البشرية هي محافظة ضعيفة جدا إحنا لما نزلنا الفيوم ونزلنا القرية لقينا أن القرية أصلا بتطلع على بحيرة قارون من بعد 2010 حصل مشكلة في البحيرة دي لأن الملوحة زادت فيها بنسبة 170% كمان في طفيل جيه في القرية دي طبعاً هم بيجيبوا زرعات بيحطها في القرية ففي طفيل اسمه الأيزبودة الطفيل ده جيه البحيرة وبيقتل الجنبري وبيقتل السمك فيها عموماً سافرنا حوالي 10-12 يوم كنا بنقيم في القرية عشان نعرف الناس دي نقدر نساعدهم إزاي أو نقدر نفيدهم إزاي طبعاً في حد من تيمة عندنا في الأوران دي توصل أنه يقدر يحول إيش الجنبري ده شيخ الأزهر الشريف أحمر الطيب استقبل فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول عالمياً بمسابقة إنتاكس في مقر مشيخة الأزهر وأعرب عن فقري بهذه النماذج المشرفة من طلاب الأزهر وتمثيل بلدهم بالشكل المشرف في المحافل الدولية مشيداً ومشدداً على الشباب بضرورة مواصلة الجهد وابتكار وتنفيذ المشاريع الحديثة التي تنفع الناس وتساهم في نهضة الأمة كما تقدم الدكتور محمود سقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتهنئة فريق جامعة الأزهر على هذا الإنجاز العالمي مضحاً أن الأكاديمية ستعمق تعاونها مع جامعة الأزهر في عدد من المبادرات والكيانات الناجحة في مجال ريادة الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا في حين صرحت الرئيس التنفيذي لإنكتس مصر فاطمة السري بأن الطلاب الأزهر أثبتوا كفاءة الطالب الأزهري داخل مصر وخارجها وأبهروا المشاركين على مستوى العالم